ما لذة العيش إلا صحبة الفقر هم السلاطين والسادات والأمار فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموا كور واستغنيمي الوقت واحضر دائما معاهم واعلم بأن الرضا يختص من حضار ولزمي الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستتيرا ولا ترى العيب إلا فيك معتقيدا عيبا بدا بينا لكنه استتر وحطر سكى واستغفر بلا سباب واقف على قدم الإنصاف معتذيرا وإن بدا منك عيب فاعتذر وأقم واجهع تذارك عما فيك منك جر وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا واخذوا بالرفق يا فقر هم بالتفاضل أولى وهو شيمتهم فلا تخاف دركا منهم ولا ضرر وبالتفاض على الإخوان جود أبدا حسا ومعانا وغضى الطرف إن عثر وراقي بالشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسنه أثر وقدمي الجدة وانهض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكون ضجيرا ففي رضاه رضى البني وطاعته يرضى عليك فكن من تركه حذرا واعلم بأن طريق القوم دارسات وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى آراهم وأن لي برؤياهم أو تسمعوا الأذن مني عنهم خبرا من لي وأن لي مثلي أن يزاحمهم على موارد لم آلف بها كدرا أحبهم وأدارهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان وعلى آثارهم عطيرا يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التآلف منهم رقني نظارا هم أهل ودي وأحباب الذين هوم ممن يجر ذيول العز مفتخيرا لازل شمل بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفارا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى وما ناذر ما لذة العيش إلا صحبة الفقار هم السلاطين والسادات والأمار ما لذة العيش إلا صحبة الفقار هم السلاطين والسادات والأمار فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموا كورا واستغنيمي الوقت واحضر دائما معاهم واعلم بأن الرضا يختص من حضارا ولازمي الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستتيرا ولا ترى العيب إلا فيك معتقيدا عيبا بدا بينا لكنه استترا وحطارا سكى واستغفر بلا سباب وقف على قدم الإنصاف معتذيرا وإن بدا منك عيب فاعتذير وأقم واجهع تذارك عما فيك منك جرى وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا واخذوا بالرفق يا فقرى هم بالتفاضل أولى وهو شيمتهم فلا تخاف درى كم منهم ولا ضرر وبالتفات على الإخوان جود أبدا حسا ومعانا وغضى الطرف إن عثار وراقي بالشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسنه أثر وقدمي الجدة وانهض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكون ضجيرا ففي رضاه رضى البني وطاعته يرضى عليك فكن من تركه حذرا واعلم بأن طريق القوم دارسات وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى آراهم وأنا لي برؤياهم أو تسمعوا الأذن مني عنهم خبرا من لي وأن لي مثلي أن يزاحمهم على موارد لم ألف بها كدر أحبهم وأدارهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفر قوم كرام السجايا حيثما جلاسوا يبقى المكان على آثارهم عطيرا يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التآلف منهم رقني نظارا هم أهل ودي وأحباب الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخيرا لازل شمل بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفارا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى وما ناذر ما لذات العيش إلا صحبة الفقرة هم السلاطين والسادات والأمار ما لذة العيش إلا صحبة الفقر هم السلاطين والسادات والأمار فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموا كورا واستغني الوقت واحضر دائما معاهم واعلم بأن الرضا يختص من حضار ولزمي الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستتيرا ولا ترى العيب إلا فيك معتقيدا عيبا بدا بينا لكنه استتر وحطر سكى واستغفر بلا سباب واقف على قدم الإنصاف معتذيرا وإن بدا منك عيب فاعتذير وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جر وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا واخذوا بالرفق يا فقر هم بالتفاضل أولى وهو شيمتهم فلا تخاف دارا كم منهم ولا ضرر وبالتفات على الإخوان جود أبدا حسا ومعانا وغضى الطرف إن عثر وراقي بالشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسنه أثر وقدمي الجدة وانهض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكون ضجيرا ففي رضاه رضى البني وطاعته يرضى عليك فكن من تركه حذرا واعلم بأن طريق القوم دارسات وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى آراهم وأن لي برؤياهم أو تسمعوا الأذن مني عنهم خبر من لي وأن لي مثلي أن يزاح ما هم على موارد لم آلف بها كدر أحبهم وأدارهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفر قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطيرا يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التآلف منهم رقني نظارا هم أهل ودي وأحباب الذين هوم ممن يجر ذيول العز مفتخيرا لازل شمل بهم في الله مجتميعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفارا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى وما ناذر ما لذات العيش إلا صحبة الفقار هم السلاطين والسادات والأمار ما لذات العيش إلا صحبة الفقار هم السلاطين والسادات والأمار فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموا كورا واستغنيمي الوقت واحضر دائما معاهم واعلم بأن الرضا يختص من حضار ولزمي الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستتيرا ولا ترى العيب إلا فيك معتقيدا عيبا بدا بينا لكنه استتر وحطر سكى واستغفر بلا سباب واقف على قدم الإنصاف معتذيرا وإن بدا منك عيب فاعتذير وأقم واجهع تذارك عما فيك منك جر وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا واخذوا بالرفق يا فقر هم بالتفاضل أولى وهو شيمتهم فلا تخاف دركا منهم ولا ضرر وبالتفات على الإخوان جود أبادا حسا ومعانا وغضى الطرفاء عثار وراقي بالشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثار وقدمي الجدة وانهض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكون ضجيرا ففي رضاه رضى البني وطاعته يرضى عليك فكن من تركه حذيرا واعلم بأن طريق القوم دارسات وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى آراهم وأن لي برؤياهم أو تسمعوا الأذن مني عنهم خبرا من لي وأن لي مثلي أن يزاحمهم على موارد لم آلف بها كدر أحبهم وأدارهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان وعلى آثارهم عطيرا يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التآلف منهم رقني نظارا هم أهل ودي وأحباب الذين هوم ممن يجر ذيول العز مفتخيرا لازل شمل بهم في الله مجتميعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفارا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى وما ناذر ما لذات العيش إلا صحبة الفقار هم السلاطين والسادات والأمار ما لذات العيش إلا صحبة الفقار هم السلاطين والسادات والأمار فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك ورا واستغنيمي الوقت واحضر دائما معاهم واعلم بأن الرضا يختص من حضارا ولازمي الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستتيرا ولا ترى العيب إلا فيك معتقيدا عيبا بدا بينا لكنه استتر وحطر سكى واستغفر بلا سباب واقف على قدم الإنصاف معتذيرا وإن بدا منك عيب فاعتذير وأقم واجهع تذارك عما فيك منك جر وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا واخذوا بالرفق يا فقر هم بالتفاضل أولى وهو شيمتهم فلا تخاف درى كم منهم ولا ضرر وبالتفات على الإخوان جود أبدا حسا ومعانا وغضى الطرف إن عثر وراقي بالشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسنه أثر وقدمي الجدى وانهض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكون ضجيرا ففي رضاه رضى البني وطاعته يرضى عليك فكن من تركه حذرا واعلم بأن طريق القوم دارسات وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى آراهم وأن لي برؤياهم أو تسمعوا الأذن مني عنهم خبرا من لي وأن لي مثلي أن يزاحمهم على موارد لم آلف بها كدر أحبهم وأدارهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفر قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان وعلى آثارهم عطير يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التآلف منهم رقني نظارا هم أهل ودي وأحباب الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخيرا لازل شمل بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفارا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى ومن ناذر ما لذات العيش إلا صحبة الفقار هم السلاطين والسادات والأمار ما لذات العيش إلا صحبة الفقار هم السلاطين والسادات والأمار فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك ورا واستغنيمي الوقت واحضر دائما معاهم واعلم بأن الرضا يختص من حضارا ولازمي الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستتيرا ولا ترى العيب إلا فيك معتقيدا عيبا بدا بينا لكنه استتر وحطر سكى واستغفر بلا سباب واقف على قدم الإنصاف معتذيرا وإن بدا منك عيب فاعتذير وأقم واجهع تذارك عما فيك منك جر وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا واخذوا بالرفق يا فقر هم بالتفاضل أولى وهو شيمتهم فلا تخاف دارا كم منهم ولا ضرر وبالتفات على الإخوان جود أبادا حسا ومعانا وغضى الطرف إن عثارا وراقي بالشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أسارا أثارا وقدمي الجدة وانهض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكون ضجيرا ففي رضاه رضى البني وطاعته يرضى عليك فكن من تركه حذرا واعلم بأن طريق القوم دارسات وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى آراهم وأن لي برؤياهم أو تسمعوا الأذن مني عنهم خبرا من لي وأن لي مثلي أن يزاحمهم على مواريدا لم آلف بها كدر أحبهم وأدارهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفر قوم كرام السجايا حيثما جلاسوا يبقى المكان على آثارهم عطيرا يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التآلف منهم رقني نظارا هم أهل ودي وأحباب الذين هوم ممن يجر ذيول العز مفتخيرا لازل شمل بهم في الله مجتميعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفارا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى وما ناذر ما لذة العيش إلا صحبة الفقار هم السلاطين والسادات والأمار ما لذة العيش إلا صحبة الفقار هم السلاطين والسادات والأمار فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموا كورا واستغنيمي الوقت واحضر دائما معاهم واعلم بأن الرضا يختص من حضارا ولازمي الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستتيرا ولا ترى العيب إلا فيك معتقيدا عيبا بدا بينا لكنه استتارا وحط رأسك واستغفر بلا سباب واقف على قدم الإنصاف معتذيرا وإن بدا منك عيب فاعتذير وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جرى وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا واخذوا بالرفق يا فقر هم بالتفاضل أولى وهو شيمتهم فلا تخاف دارا كم منهم ولا ضرارا وبالتفات على الإخوان جود أبدا حسا ومعانا وغضى الطرف إن عثر وراقي بالشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسنه أثر وقدمي الجدة وانهض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكون ضجيرا ففي رضاه رضى البني وطاعته يرضى عليك فكن من تركه حذرا واعلم بأن طريق القوم دارسات وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى آراهم وأن لي برؤياهم أو تسمعوا الأذن مني عنهم خبرا من لي وأن لي مثلي أن يزاحمهم على موارد لم آلف بها كدر أحبهم وأدارهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفر قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطيرا يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التآلف منهم رقني نظارا هم أهل ودي وأحباب الذين هوم ممن يجر ذيول العز مفتخرا لازل شمل بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفارا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى وما ناذر ما لذات العيش إلا صحبة الفقار هم السلاطين والسادات والأمار ما لذات العيش إلا صحبة الفقار هم السلاطين والسادات والأمار فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموا كورا واستغنيمي الوقت واحضر دائما معاهم واعلم بأن الرضا يختص من حضار ولزمي الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستتيرا ولا ترى العيب إلا فيك معتقيدا عيبا بدا بينا لكنه استتارا وحطارا سكى واستغفر بلا سباب واقف على قدم الإنصاف معتذيرا وإن بدا منك عيب فاعتذير وأقم واجهع تذارك عما فيك منك جرى وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا واخذوا بالرفق يا فقرى هم بالتفاضل أولى وهو شيمتهم فلا تخاف دارا كم منهم ولا ضرارا وبالتفات على الإخوان جود أبدا حسا ومعانا وغضى الطرف إن عثارا وراقي بالشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسنه أثر وقدمي الجدة وانهض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكون ضجيرا ففي رضاه رضى البني وطاعته يرضى عليك فكن من تركه حذرا واعلم بأن طريق القوم دارسات وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى آراهم وأن لي برؤياهم أو تسمعوا الأذن مني عنهم خبرا من لي وأن لي مثلي أن يزاحمهم على موارد لم آلف بها كدر أحبهم وأدارهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفر قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان وعلى آثارهم عطير يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التآلف منهم رقني نظارا هم أهل ودي وأحباب الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخيرا لازل شمل بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفارا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى وما نذارا ما لذات العيش إلا صحبة الفقارا هم السلاطين والسادات والأمارا آآ أهو شكرا